اشتركوا في القناة اطلع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان جلالة الملك المفده على احصائيات البعثة لهذا العام والحالة الصحية للحجاج البحرينيين وقدم لجلالته شرحا موجزا حول تسهيلات التي قدمتها البعثة والتي تضمنت خدمات الرعاية الطبية والوقائية لكافة الحجاج بالاضافة الى عدد من البرامج والخطط التي تعتزم البعثة تنفيذها خلال مواسم الحج القادمة وهنأ جلالته حجاج البحرين بسلامة العودة الى ارض الوطن سائلا المولى يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم ومناسكهم وان يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا واشاد جلالة الملك المفده يده الله بالجهود الطيبة التي تضطلع بها البعثة البحرينية وحرصها على المتابعة والاشراف على اداء حملات الحج لضمان تقديم افضل الخدمات والتسهيلات للحجاج البحرينيين وليتمكنوا من اداء المناسك بكل سهولة ويسر واكد جلالة الملك المفده رعاه الله ان خدمة الحجاج امانة وشرف وواجب يستدعي تضافر الجهود من قبل الجميع والعمل دوما على تقديم افضل الخدمات المتكاملة لضمان راحة حجاج المملكة وبهذه المناسبة اعرب جلالة الملك المفده يده الله عن تهنيه الخالص لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على الاشراف شخصيا على الخدمات المقدمة لهم واشهد جلالته رعاه الله بما تبذله الحكومة السعودية واجهزتها ومؤسساتها المختلفة من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وما يشهده الحرم المكي والحرم المدني الشريفين من اعمال انشائية رائدة في اطار خطة التطوير والتوسعة المستمرة من اجل راحة الحجاج والمعتمرين سائلا الله عز وجل يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها ويديم عليها نعمة الرخاء والامن والامان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من جنبه اعربى رئيس بعثة الحج عن بلغ شكره وتقديره لصاحب الجلال ايده الله وعلى توجيهات جلالته الكريمة وحرصه المتواصل على الاطمئنان على راحة حجاج المملكة ومتابعة جميع شؤونهم وتقديم كافة اوجه الدعم لبعثة الحج البحرينية ضارعا الى الباري عز وجل ان يحفظ جلالته ويديم عليه موفور صحة والسعادة